غادات التفجير الانتحاري الذي هز غازي عن تاب وزير الخارجية التركي تعهد بتطهير حدود بلاده مع سوريا من مقاتل تنظيم الدولة مؤكداً أن أنقرة ستواصل دعم العمليات في المعركة ضد التنظيم سنحارب داعش وغيرها من التنظيمة الإرهابية حتى النهاية سنواصل دعم البلدان التي تحاربهم أيضاً وكما تعلمون نفذ مقاتل المعارضة ضربة في بلدة الراعي على حدودنا بنجاح بالطبع يجب تطهير منطقة الحدود بالكامل من داعش تصريحات تأتي تزامناً مع قصف الجيش التركي أهدافاً لتنظيم الدولة بالمدافع قرب بلدة جرابلوس الحدودية في سوريا المعارضة السورية التي تحارب تحت راية الجيش السوري الحر قالت إن مقاتليها يستعدون كذلك لشن هجوم لاسترجاع البلدة من قبضة التنظيم ومن المتوقع أن تشن المعارضة الهجوم على جرابلوس من داخل تركيا بعدما استعد مقاتلها في معسكر تركي في الجهة المقابلة للبلدة الجيش التركي استهدف كذلك مواقع لقوات حماية الشعب الكردية بالمدفعية في شمال بلدة منبيج السورية وتعتبر تركيا القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة مسلحة منذ أربعة عقود في تركيا ترجمة نانسي قنقر